يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الشهيدين القتيلين سلام على الشهيدين القتيلين تسميم سيد الكائنات وأشرف الموجودات نبينا ورسولنا وغاية آمالنا في الدنيا والآخرة محمد المصطفى ومهجته سيد شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن المجتبى ورحمة الله وبركاته سلام على قائم آل محمد سلام على حسين ونحره الدام وصدره الضام سلام عليكم جميعا زيارة الأربعين قراءة زهرائية بامتياز الحلقة العاشرة يا إمام شوقي إليك شوق الحنين وعطش إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة يا إمام يا إمام شوقي إليك شوق الحنين وعطش إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة يا إمام إني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون وستبقى محطات الطريق فارغة سألتحف الفراخ وغربة الأيام هم تضحك أيام وأشوفنك أم تضحك أيام وأشوف فنك لوحزن أسود يضرطو للطريق الدرب موحش يا إمام موحش موحش يا إمام الدرب موحش يا إمام لا صديج لا رفيج سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي لازلنا في أجواء زيارة الأربعين ولازلنا في هذه الحلقات نتذوق نتذوق شيئا من القراءة الزهرائية إنه المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير هذا علي قالها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا علي يفهمكم بعد سؤال ملح وهذا الإلحاح إنما هو من مجموعة من أخواتي وبناتي ممن يتابعنا قناة القمر سؤال ملح عن السبي الثاني هل وقع سبي ثان للعقيلة الهاشمية والعائلة الحسينية هناك من يقول بأن سبيا ثانيا قد حدث على يد يزيد لعنة الله عليه للعائلة الحسينية فهل وقع هذا السبي هكذا هو منطوق السؤال والإلحاح كما تقول الرسالة من أن السائلات يردن جوابا سريعا لأن جواب السؤال يرتبط بمشروع عمل يردنا القيام به سأجيب على هذا السؤال أحاول أن ألخص المطالب بقدر ما أستطيع هناك من الخطباء الذين يتحدثون على المنابر وهناك من الشعراء ممن ينظمون الأشعار وهناك من الرواديد أيضا الذين يقرؤون تلك الأشعار وهناك ممن كتب وتحدث عن هذا الموضوع في كتب أو فيما ينشر على الشبكة العنكبوتية يقولون من أن سبيا ثانيا قد جرى على العائلة الحسينية وعلى يدي يزيد لعنة الله عليه وعلى بني أمية قاطبة وعلى السخيفة الملعونة التي هي الشجرة الملعونة في القرآن بحسب تأويل العترة الطاهرة لقرآنها ربما هناك ممن يشاهد هذا البرنامج لم يكن قد سمع بمثل هذا الكلام ولذا لا بد من توضيح المطلب أولا ثم أتدرج شيئا فشيئا وبحسب ما يسنح به الوقت البرنامج البرنامج الذين الكتاب الكتاب بين يدي هو ناسخ التواريخ وهو باللغة الفارسية وترجم ترجم إلى العربية لكن الأصل باللغة الفارسية ناسخ التواريخ كتاب كبير يتحدث عن تأريخ أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتحدث عن محمد وآل محمد هؤلاء هم أئمتنا وسادتنا وأولياؤنا الكتاب كما قلت في أصله باللغة الفارسية وهو لمؤرخ موسوعي وصاحب ثقافة واسعة جدا إنه المؤرخ الإيراني محمد تقي سبهر والذي كان يلقب زمان القاجاريين بلسان الملك أراد أن يستمر في توسعة موسوعته هذه ولكنه توفي توفي سنة ألف مئتين أو سبعة وتسعين للهجرة فأضافوا بعد ذلك كتابا لناسخ التواريخ ما كتبه ولده عباس قليخان في جزئين وباللغة وباللغة الفارسية أيضا وهذا هو الذي بين يدي فيما يرتبط بتعريخ عقيلة بن هاشم وقد جمع كل شيء ذكر في الكتب في الكتب القديمة وفي كتب المتأخرين فهذا المجلد الذي بين يديه يشتمل على جزئين وهو ملحق بكتاب ناسخ التواريخ لمحمد تقي سبهر وهذا ولده هو عباس قليخان والذي يلقبه الإيرانيون بسبهر الثاني هذه طبعة انتشارات إسلامية طهران طهران إيران في الجزء الثاني بحسب هذه الطبعة صفحة خمسمية وثلاثة وسبعين هذه الطبعة هي النسخة الأصلية باللغة الفارسية من صفحة خمسمية وثلاثة وسبعين إلى صفحة خمسمية وتسعة وسبعين نقل عباس قليخان عن عدة مصادر مصادر ومن الكتب المتأخرة نقل هذا المضمون من أن العائلة الحسينية قد سبيت مرة ثانية الذين سبوا في السبه الأول سباهم يزيد مرة ثانية الإمام السجاد عقيلة بن هاشم وسائر العائلة الحسينية وفصل في الموضوع عباس قليخان توفي سنة 1342 للهجرة وانتشر كتابه هذا الذي عنوانه الطراز المذهب في أحوال سيدتنا زينب فإذا ما قرأتم في الكتب هذا العنوان فإنه هو هذا المجلد الذي ألحق بكتاب ناسخ التواريخ الطراز المذهب في أحوال سيدتنا زينب وهذا المجلد يشتمل على جزئين في الجزء الثاني ذكر المؤلف ما ذكر بخصوص السبي الثاني للعائلة الحسينية وكان أشد بكثير جدا بحسب ما ذكر في كتابه كان كان السبي الثاني أشد بكثير جدا من السبي الأول الخطباء الشعراء الرواديد نقلوا المضامين التي وردت في هذا الكتاب ونحن إذا أردنا أن نبحث عن أصل الموضوع الذي ذكره عباس قل خان في كتابه هذا الطراز المذهب في أحوال سيدتنا زينب فإنه في الحقيقة نقله عن كتاب مؤلف كان معاصرا لأبيه كان معاصرا لمحمد تقي سبهر والدي عباس قلي خان وتوفي في السنة التي توفي فيها محمد تقي سبهر إنني أتحدث عن كتاب هو الآخر باللغة الفارسية لكن النسخة التي بين يدي هي النسخة المترجمة إلى اللغة العربية الكتاب هو أنوار الشهادة في مصائب العترة الطاهرة للشيخ حسن بن علي اليزدي الكثنوي الحائري هذا هذا هو كتاب أنوار الشهادة في مصائب العترة الطاهرة لحسن الكثنوي الحائري والمترجم هو السيد علي السيد جمال أشرف الحسيني الذي ترجمه من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية وهذه طبعة مكتبة الرباب الحسينية المؤلف توفي سنة 1297 للهجرة هي السنة نفسها التي توفي فيها محمد تقي سبهر صاحب كتاب ناسخ التواريخ عباس قولي خان وهو ابن محمد تقي سبهر نقل أهم ما نقل في الموضوع من هذا الكتاب فالمصدر الأصل بحسب ما هو متوفر لدينا الآن المصدر الأصل هو هذا الكتاب إنه كتاب أنوار الشهادة وبحسب الطبعة التي بين يدي في الصفحة التاسعة والتسعين بعد المائتين يبدأ هذا الفصل من فصول الكتاب الفصل الثالث والعشرون سبي أهل البيت للمرة الثانية ووفاة السيدة زينب صلوات الله عليها فهذا العنوان سبي أهل البيت للمرة الثانية ووفاة السيدة زينب قبل أن أدخل في التفاصيل بالنسبة لما أعتقده لا حقيقة لهذا الموضوع فليس هناك لا من عين ولا من أثر في أحاديث العترة الطاهرة ولا في زياراتهم ولا في أدعيتهم فإن الزيارات تجتمل على الكثير من الحقائق التأريخية وغير التأريخية التي وردت تارة بلسان التصريح وتارة أخرى بلسان التلميح فإنني ما عثرت لحد الآن لا على تصريح ولا على تلميح في الزيارات الشريفة ولم أجد ذكرا واضحا لا من قريب ولا من بعيد في أحاديث العترة الطاهرة التي نعرفها في كتبنا الأصلية القديمة هذا كلام ذكر في الأزمنة المتأخرة وهذا ما هو بعيب أن يذكر الكلام في الأزمنة المتأخرة فهناك الكثير من الحقائق ضاعت مصادرها فربما عثر عليها البعض ونقل منها وهناك من الحقائق ما بقي ينقل شفاها في الأوساط الشيعية ونحن لا نرفض ذلك إذا ما قامت الأدلة والحجج على ما جاء منقولا شفاها لابد أن يكون مؤيدا بالأدلة والحجج بحسب منهج العترة الطاهرة في قبول الأخبار وردها الذي ذكر في هذا الكتاب لا يناسب منطق أهل البيت هذا أولا وفيه الكثير من الخلط والخبط وفيه ما فيه مما هو مخالف للمضامين التي هي ثابتة عندنا وليس فيها من شك مطلق في هذا الفصل قطعا لا أستطيع أن أقرأ الفصل بكامله سأحتاج إلى وقت طويل لكنني سأقرأ كثيرا منه حتى تكون الصورة واضحة لديكم إن تمكنت أن أكمل حديثي في هذه الحلقة وإلا سأكمل الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى في صفحة الثلاثمئة فلما بلغ الخبر يزيد عن أي خبر يتحدث هذا الكلام عن ما هو معروف لدينا بثورة المدينة حينما ثار أهل المدينة ورفضوا خلافة يزيد بعد مقتل سيد الشهداء حكاية مذكورة في الكتب لا أريد أن أتناولها فلما بلغ الخبر يزيد الملعون أقرأ مثل ما جاء في الكتاب فلما بلغ الخبر يزيد الملعون جهز جيشا كثيفا بقيادة مسلم ابن عقبة المر وهناك من يقرأه عقبة لكن المعروف أن يقرأ بعقبة فلما بلغ الخبر يزيد الملعون جهز جيشا كثيفا بقيادة مسلم ابن عقبة المري اللعين المري نسبة إلى بني مرة وأمره أن يخرب المدينة ويقتل أهلها ويبيحها ثلاثة أيام واقعة الحرة التي تحدثت عنها كتب التأريخ وأمره أن يخرب المدينة المدينة المنورة ويقتل أهلها ويبيحها ثلاثة أيام ويقتل كل من يصادفه من كبير وصغير ويخرب مسجد النبي هنا مطبوع عليه السلام وهذا ما هو منطق العترة الطاهرة هذا سلام أبتر ويخرب مسجد النبي صلى الله عليه وآله وإذا أردنا أن نسلم عليه كذلك نسلم على آله الأطهار سلام على رسول الله وآل رسول الله وفي خبر وفي خبر إن الملاقون المشاؤون يفترض إن الملاقين المشائين بنميم لا أدري ما هو المراد من الملاقين فلربما يقصد المتملقين الإشكال ليس من المؤلف وإنما من المترجم وفي خبر إن الملاقون المشاؤون بنميم المراد أكذا يبدو لي إن المتملقين المشائين بنميم قالوا ليزيد اللعين إن الشيعة ومحبي الحسين يدخلون المدينة بحجة أداء الحج ويأتون إلى علي بن الحسين زين العابدين لا أريد أن أنظر إلى الجانب البلاغي في التعابير يفترض أن يكون ويأتون علي ابن الحسين وليس ويأتون إلى يمكن أن يقبل هذا ولكن الكلام ليس دقيقا ويأتون إلى علي بن الحسين زين العابدين فيبايعونه ويحملون له الخراج والأموال وسرعان ما يخرج عليك فخاف اللعين فخاف يزيد وثمة سبب آخر وهو أن زوج السيدة زينب عبد الله بن جعفر مات في تلك السنة فعزم يزيد الخبيث على سبي أهل البيت مرة ثانية لينقلهم إلى الشام ويتزوج السيدة الصديقة كلام ليس منطقيا بالمرة كلام ليس منطقيا بالمرة وليس له من أثر في كتبنا قد قد يقارن مقارن بين هذا الموقف وموقف الخليفة عمر في قضية أم كرثوم بنت أمير المؤمنين وأنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل هذا موضوع آخر خارج عن بحثنا ولكن الكلام ليس منطقيا بالمرة والخلاص إن الملعون الحديث عن يزيد إن الملعون جهز جيشا كثيفا بأمرة مسلم بن عقب المري وكان المري خبيثا لعينا لا يغتسل من جنابة ويعادي أهل البيت عداوة بغيضة حتى أن ترك الصلاة لألا يصلي على محمد وآل محمد في تشهد الصلاة لا أريد أن أعلق على كل صغيرة وكبيرة إنما أريد أن أقرأ عليكم ماذا جاء من معلومات في هذا الكتاب كي تعرف مستوى هذا الكتاب سأذهب إلى جهة أخرى أقرأ منها ما أقرأ في الصفحة الحادية بعد الثلاثمائة وبعد أن نشروا القتل في المدينة في كل مكان هذا هو الذي يعرفه المسلمون بمسرف بمسرف بن عقبة أو بن عقبة سمي بمسرف الناس سموه لكثرة ما أسرف في سفك الدماء وإلا وإلا فإن اسمه الذي سماه به أبوه هو مسلم ولكنه عرف بعد ذلك بمسرف لكثرة إسرافه في الدماء وبعد أن نشر القتل في المدينة في كل مكان وسلبوا ونهبوا أهلها وهدموا دور بن هاشم وخربوا محلتهم إنها محلة حي من أحياء المدينة المنورة معروفة وإلى يومنا هذا بمحلة بن هاشم وهدموا دور بن هاشم وخربوا محلتهم سيروا أهل البيت إلى الشام والظاهر أنهم أخذوهم معززين مكرمين في المرة الثانية في السبي الثاني إذن لماذا أخذوه وقال آخرون من هم هؤلاء الآخرون لا ندري وقال آخرون أخذوهم سبايا في أسر الذل وكان يزيد لعنه لعنه الله قد أمر أن يشدد على أهل بيت المصطفى أيضا جاء عليه السلام وهذا سلام أبتر وكان يزيد لعنه الله قد أمر أن يشدد على أهل بيت المصطفى في الظلم والجور أكثر من السبي الأول لذا أخرجوهم حواسر حفات حفات وأركبوهم على جمال ضالعة الجمال الضالعة هي الجمال التي لا يستقيم سيرها على جمال ضالعة لا مرحولة ولا موطأة إنه نوع من أنواع التعذيب حينما يضعون الأطفال والنساء على جمال لا هي مرحولة ولا موطأة وصفدوهم بالحديد مغللين مقمحين وأمعن في إذلالهم وأذاهم قال الإمام عليه السلام يقصد الإمام السجاد كان من ظلمهم وجورهم وتشديدهم في السبي الثاني أن صفدوا جميع أهل البيت بالحديد وكبلوهم وألقوا عليهم الجامعة حتى الأطفال الصغار فجرحت أعناق الأطفال الرقيقة من ثقل الحديد وحرارة الشمس وضيق الأصفات وقال عليه السلام والكلام للإمام السجادي مثل ما يقول صاحب الكتاب فكان أهل الشام إذا نزلنا منزلا نصبوا الخيام ونزلوا فيها وتركوا أهل البيت وأطفالهم الأيتام في العراء تصهرهم حرارة الشمس وقد غلت أيديهم إلى الأعناق بالأصفات وكانوا يستقون الماء البارد المعين من الآبار في المنازل فيشربون ويسقون أفراسهم ودوابهم ولا يسقون الأسرى والأيتام الصغار قطرة منه فكان الأطفال يبكون ويصرخون من شدة العطش وحرارة الشمس فكانت زينب عليها السلام ترسل فضة إلى القوم لتقول لهم نحن ذرية محمد المصطفى فإلى ما نبقى في حرارة الشمس عطاشا ارحمونا واسقونا جرعة من الماء قال الإمام عليه السلام لا زال الكلام لإمامنا السجاد بحسب ما جاء في الكتاب لم يرحم أولئك الجفات الأجلاف الأطفال فربما أجلسوهم في الشمس إلى العصر ثم يدعونهم ليشربوا السؤر المتبقي ما بقي من شرابهم ثم يدعونهم ليشربوا السؤر المتبقي في أواني الماء التي شربت فيها الدواب والأفراس وهكذا أخذوهم في أشد المحنة والمشقة والعذاب حتى وصلوا إلى مشارف الشام فلما لاحس واد الشام إلى نواضر الأسرى بكت السيدة زينب بكاء شديدا ورفعت يديها نحو السماء وجعلت تدعو الله بحرقة وتقول يا رحمن ويا رحيم ويا ملجع المستضعفين ارحم زينب المضطرة الغريبة التي لا حيلة لها واجعل فرج في موت عاجلا فلا أدخل تارة أخرى إلى مجلس يزيد الخبيث حاسرة الرأس ناشرة الشعب العقيلة ما كانت قد دخلت إلى مجلس يزيد حينما سبيت وجيء بها من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام فإنها ما دخلت على يزيد وهي حاسرة الرأس ناشرة الشعب هذا الكلام ليس صحيحا ليس دقيقا قلت لكم الكلام فيه خبط وخلط وفيه من المضامين التي نحن نعلم يقينا أنها ليست صحيحة فالكتاب يجعل هذا الكلام كلام العقيلة صلوات الله عليها فلا أدخل تارة أخرى إلى مجلس يزيد الخبيث حاسرة الرأس ناشرة الشعر ولا تقع نظرات ذلك الظالم اللئيم على وجه زينب فبين هي كذلك تدعو وتبكي فإذا بها مرضت فوقعت في فراش المرض ولم يكن معها من يداريها ولا من يغذيها ولا من يداويها فنادت الإمام السجاد وقالت يا قرة عيني يا يتيم أخي هذه الكلمات لم تكن عقيلة بن هاشم تخاطب بها إمام زمانها فنادت الإمام السجاد وقالت يا قرة عيني يا يتيم أخي تعالى حتى تجلس عند عمتك لتودعك فها أنا أودع هذه الدار الفانية هذا ما هو لحن أهل البيت على أي حال وتحت عنوان وصية الصديقة هذه وصية عقيلة بن هاشم مثل ما يقول الكتاب ثم قالت تخاطب السجاد صلوات الله عليه ثم قالت يا نور عيني عندي وصايا أريد أن أصيك بها الأولى لما دنى وقت شهادة أخي المظلوم تشير إلى سيد الشهداء لما دنى وقت شهادة أخي المظلوم أوصاني بأيتامه وها أنا ذا أوصيك بهم من بعد فهم من بعد زينب يتام سبايا ليس لهم من يرعاهم ويصبرهم فأين هو الإمام السجاد وثانية إذا دخلت تقول للإمام السجاد إذا دخلت مجلس يزيد الشؤم فاصبر وعامله بالمدارات وتكلم معه بهدوء ولا تعترض كلامه ولا ترد عليه كلاما ولا تجب له سؤالا فإني أخشى أن يقتلك وليس بعد اليوم زينب لتحضر معك في المجلس فتدافع عنك وتمنعه من قتلك لابد أن تتذكر من أن حادثة كهذه ما وقعت في مجلس يزيد وإنما وقعت في مجلس عبيد الله بن زياد في الكوفة فلم يكن قد وقع مثل هذا في مجلس يزيد وثالثة إذا دخلت الشام بلغ سلامي لرأس أبيك هذا يعني أن رأس الحسين موجود في الشام وهذا يجافي الحقيقة ومر علينا من أن رأس الحسين أعاده إمامنا السجاد إلى كربلاء ودفن حيث دفن الجسد الشريف ومر الكلام في هذا في الحلقات الماضية لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام وثالثة إذا دخلت الشام بلغ سلامي لرأس أبيك وقبله نيابة عني وقل يا أبا إن زينب ماتت كمدا في حرقة فراقك وأحرقتها دموع أحزانك والرابعة إذا أنا مت فأمر النسوة يغسلني ويكفلني وصلي علي أنت وويلاه أذا الكلام من المؤلف يعلق على تفاصيل الحادثة وويلاه ومصيبته على الحسين الذي لم يغسل ولم يكفن ونبذ في العراء على الرمضاء عريانا من خلال السياق الكلام يبدو أن الكلام للمؤلف يعلق على ما نسب إلى عقيلة بني هاشم والخامسة لا زالت وصية الصديقة والخامسة إذا دفنتني اجلس عند قبري وقرأ القرآن وذلك أني غريبة وحيدة في هذه الصحراء ثم يأتي كلام للمؤلف بعد أن أنهت وصاياها دعت النساء والأطفال فدعتهم وقبلتهم فردا فردا فارتفع صوت سكينة بالبكاء قد تقرأ سكينة وقد تقرأ سكينة وهي سكينة وسكينة فالسكينة هي لفظة تشير إلى التحبيب وهذه اللفظة تصغير للفظة سكينة ثم إنها الحديث عن عقيلة بن هاشم ثم إنها قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدي رسول الله وأن أبي ولي الله ثم التحقت روحها بآبائها وأمهاتها الصالحين فأرسل الإمام السجاد إلى القوم الظالمين يطلب ماء ليغسل المظلومة فرد عليه صارخا فرد عليه صارخا الذي تكلم من قبل الظالمين إنكم خوارج لا يجوز أن تغسلون يفترض أن تغسل فهذه آن الناصبة إنكم خوارج لا يجوز أن تغسلون والصحيح أن تغسل فبكى الإمام وقال إذا منعوا عنا الماء فل تيمم بدلا عن الغسل فلتحترق فلتحترق قلوب الشيعة فإن أنهار الدنيا هذا الكلام من المؤلف فكلام الإمام السجاد بحسب الكتاب ينتهي هنا إذا منعوا عنا الماء فلتيمم بدلا عن الغسل المؤلف يقول فلتحترق قلوب الشيعة فإن أنهار الدنيا مهر أمها فاطمة وتيمم الصديقة الصغرى بدل الغسل وفي رواية أخرى إن الإمام السجاد صلوات الله عليه دعا الله فظهر لهم الماء فغسلوها ثم إنهم دفنوها على مشارف دمشق وسار ونقل ونقل المؤلف عن كتاب آخر هو منتخب السير للشيخ محمد البغدادي الشافعي أراد يزيد الخبيث أن يعفي يزيل آثار عمله الشنيع نسب ما فعله إلى بن زياد إلى آخر كلامه وفي رواية إن أهل البيت أخذوهم جميعا إلى الشام كما هو مصطور في الكتاب المذكور قال الإمام السجاد كان السبي الثاني أشد وأقسى من السبي الأول وذلك أنهم حينما أرادوا إدخالنا في السبي الأول على مجلس يزيد ربطوا أعناق حرم آل الله بالحبال وفي السبي الثاني قيدونا بالأصفات وفي السبي الأول كانوا يضربون رؤوسنا العصي يبدو بالعصي كانوا يضربون رؤوسنا بالعصي وفي السبي الثاني جعلوا يضربون رؤوسنا بكعب الرمح ويضربون رؤوسنا وظهورنا بعرض السيف في السبي الأول حبسونا في خرابة وفي السبي الثاني حبسونا في حبس مظلم في السبي الأول كانت الجواري والإماء الشريفات في الشام يدخن علينا ليزورون يفترض ليزورننا وفي السبي الثاني أغلق علينا الأبواب فلا يدخل علينا أحد قال عليه السلام الكلام للإمام السجاد بحسب الكتاب أدخلونا قصر الظالم وكان القصر له أبواب ومداخل كثيرة وكان حراسه يقفون على كل باب وقد شهروا سيوفهم فكانوا يهزون سيوفهم ويضربون الأطفال الأيتام على رؤوسهم بسيوفهم ويشتمونهم ويسبونهم وهم يبكون فلا يرحمهم راحم فأدخلونا على هذه الهيئة والنساء حواسروا منشورات الشعور وهذا الكلام ليس سديدا هذا الكلام ليس سديدا فأدخلونا على هذه الهيئة والنساء حواسروا منشورات الشعور وكان الظالم اللعين جالسا على المائدة يأكل فأعرض عننا وتجاهلنا والأطفال موقفون بين يديه مصفدين جياعا وأعناقهم مجروحة من السلاسل والقيود ودموع الحسرة والحزن تجري على وجوههم فتوجهت سكينة المظلومة نحو المدينة وقالت تخاطب جدها بحسرة وصوت حزين وذكر أبياتا من الشعر وهي أبيات ركيكة جدا ركيكة جدا ويبدو أن ناظمها لا يحسن العربية ولا يحسن قول الشعر مثل ما يقول العرب الفصحى أبيات ركيكة لا أريد أن أقرأها وأن أعلق عليها لا أجد أهمية للموضوع هذا هو الذي جاء مذكورا في قصة السبي الثاني وهذا هو أقدم مصدر بين أيدينا قد تكون هناك مصادر أخرى نقل عنها لكنها ليست متوفرة بين أيدينا فعلا في الوقت الحاضر هذا هذا هو الكتاب الذي يعد مصدرا لما يتحدث عنه بخصوص واقعة السبي الثاني ومثل ما قلت قبل أن أقرأ ما قرأته من هذا الكتاب الكلام الذي ذكر لا يناسب سيرة أهل البيت لا في أقوالهم ولا في أفعالهم هناك مذاق معين لسيرة أهل البيت لسيرة الإمام السجادي ولسيرة عقيلة بن هاشم إنني حين أقرأ هذا الكلام إن كنت قد قرأته باللغة الفارسية أو كنت قد قرأته باللغة العربية المضمون هو هو حينما أقرأه لا أجد أن الكلام يأتي منسجما مع ما أعرفه من سيرة أهل البيت ومذاقهم وطريقتهم في أفعالهم وتصرفاتهم وشؤون حياتهم وما يرتبط بأسلوبهم في الكلام ولحن قولهم صلوات الله عليهم أكثر الكلام نسب إلى الإمام السجادي صلوات الله وسلامه عليه ولا يوجد عندنا في كتبنا القديمة من هذا الكلام لا من عين ولا من أثر لا من أثر قريب ولا من أثر بعيد الذين يتحدثون عن السبيل الثاني يعتمدون على ما جاء في هذا الكتاب وعلى ما جاء في ناسخ التواريخ في الكتاب الذي عنوانه أطراز المذهب في أحوال سيدتنا زينب وهو في الحقيقة اعتمد اعتمادا كليا على ما جاء في هذا الكتاب أنوار الشهادة لحسن الكثنوي الحائري المتوفى سنة 1297 للهجرة نذهب إلى فاصل هذا الموضوع أقول بالإجمال ليس مستبعدا نحن لا نستبعد أي شيء يفعله الأمويون ولا نستغرب هذا من يزيد وفي الوقت نفسه كذلك فإن شدة ظلامة العترة الطاهرة على طول التأريخ هي الأخرى تجعلنا لا نستبعد شيئا من هذا لكننا لا نملك دليلا واضحا فضلا عن أن التفاصيل التي ذكرت في الكتاب فيها خبط وخلط وتحريف واضح لا أريد أن أعلق على كل شيء بعض المطالب أعتقد أنها واضحة لديكم لا تحتاج إلى تعليق لكنني سأقف عند هذه النقطة مثلا في وصية الصديقة زينب للإمام السجاد بحسب ما جاء في الكتاب الذي قرأت منه والثانية إذا دخلت مجلس يزيد الشؤم فاصبر وعامله بالمدارات وتكلم معه بهدوء ولا تعترض كلامه ولا ترد عليه كلاما ولا تجب له سؤالا فإني أخشى أن يقتلك وليس بعد اليوم زينب لتحضر معك في المجلس فتدافع عنك وتمنعه من قتلك بينت قبل قليل من أن واقعة كهذه لم تحدث في مجلس يزيد هذا لا يعني أن يزيد لم يكن ناويا أن يقتل الإمام السجاد لكن الواقعة هذه ما حدثت في مجلس يزيد وإنما الواقعة كما هو معروف قد حدثت في مجلس عبيد الله بن زياد عبيد الله بن زياد هو سيئة من سيئات يزيد ويزيد لعنة الله عليه كان في نيته أن يقتل الإمام السجاد ويقتل العائلة الحسينية بكاملها هذا ما هو كلامي هذا كلام العترة الطاهرة هذا كلام إمامنا السجاد في كتبنا القديمة ومصادرنا المعروفة وهذا جرى في السبي الأول أما السبي الثاني فليس هناك لا من عين ولا من أثر في أحاديثنا سأقرأ عليكم شيئا مما جاء بهذا الخصوص الكتاب الذي بين يدي هو إقبال الأعمال لابن طاوس المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة وهو كتاب معروف وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والخمسين ينقل ابن طاوس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لي أبي محمد ابن علي إنه الباقر سألت أبي علي ابن الحسين إنه السجاد إذن الرواية عن الصادق عن الباقر عن السجاد صلوات الله عليه الصادق يقول قال لي أبي محمد ابن علي سألت أبي علي ابن الحسين عن حمل يزيد له عن حمل يزيد له عن أسره حينما حمل من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى دمشق سألت أبي علي بن الحسين عن حمل يزيد له فقال حملني على بعير المطبوع هنا يطلع ولا معنى له في النسخ الصحيحة والقديمة على بعير يضلع يعني يعني يسير سيرة عوجاء إنه أعرج حينما يسير لا يسير في سيره بنحو مستقيم إنما تكون مشيته وحركته مائلة إلى جهة من الجهات هذا هو البعير الذي يكون ظالعا حملني على بعير يضلع بغير وطاء ورأس الحسين على علم على علم على روح مرفوع يراه الجميع ورأس الحسين على علم ونسوتنا خلفي على بغال المطبوع هنا فأكف لا معنى لها في النسخ الصحيحة واكفة ونسوتنا خلفي على بغال واكفة الواكفة الباكية الدامعة فالنسوة في حالة بكاء وكفت العين بكت ودمعت ونسوتنا خلفي على بغال واكفة والفارطة خلفنا الفارطة المجموعة العسكرية التي كانت تسبقهم تسبق مجموعة السبايا لفتح الطريق لتأمين الطريق خوفا من معترضين يعترضون عليهم يعترضون على فعل بني أمية ب آل رسول الله الفارطة القوة العسكرية المرافقة لهم والتي تتقدمهم ولكن هنا لما دخلوا إلى دمشق والفارطة خلفنا صاروا خلفنا لأننا وصلنا إلى دمشق والفارطة خلفنا وحولنا بالرماح إن دمعت من أحدنا عين قرع رأسه بالرمح بينما في ما ذكر عن الإمام السجادي في السبي الثاني يقول وفي السبي الأول كانوا يضربون رؤوسنا بالعصي وفي السبي الثاني جعلوا يضربون رؤوسنا بكعب الرمح ما هذا قد حدث في السبي الأول وهذه الرواية منقولة عن إمامنا الصادق عن إمامنا الباقر عن السجادي صلوات الله عليه ونسوتنا خلفي على بغال واكفة عيونها دامعة والفارطة القوة العسكرية التي رافقتنا في الطريق والفارطة خلفنا وحولنا بالرماح إن دمعت من أحدنا عين قرع رأسه بالرمح حتى إذا دخلنا دمشق صاح صائح يا أهل الشام يا أهل الشام هؤلاء سبايا أهل البيت الملعون هكذا كانوا ينادون على أهل بيت رسول الله حتى إذا دخلنا دمشق صاح صائح يا أهل الشام هؤلاء سبايا أهل البيت الملعون ويقولون لنا لماذا تلعنون يهزيت ويقولون لنا لماذا تلعنون معاوية ويقولون لنا لماذا تلعنون السقيفة المشؤومة ما هي هذه نتائج السقيفة المشؤومة هذا ما هو بنداء الشاميين هذا نداء السقيفة بني ساعد حتى إذا دخلنا دمشق صاح صائح يا أهل الشام هؤلاء سبايا أهل البيت الملعون صلوات على أهل البيت ولعنة على أعدائهم لعنة على سقيفة بني ساعد لعنة على أشياعها وأتباعها لعنة على آل السقيفة قاطبة ولعنة على بني أمية قاطبة حتى إذا دخلنا دمشق صاح صائح يا أهل الشام هؤلاء سبايا أهل البيت الملعون الأمويون منذ زمان معاوية يلعنون أمير المؤمنين وهذا استمرار للعن معاوية لعنة الله عليه أمير المؤمنين وماذا نقرأ أيضا هذا هو تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه من خيرة رجال حديثنا ومن خيرة رواة حديث العترة الطاهرة أتحدث عنه وعن أبيه هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة السابعة والثمانين بعد الستمئة والرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق يقول لما أدخل رأس الحسين بن علي على يزيد لعنه الله وأدخل عليه علي بن الحسين وبنات أمير المؤمنين وكان علي بن الحسين مقيدا مغلولا فقال يزيد يا علي بن الحسين الحمد لله الذي قتل أباك فقال علي بن الحسين لعن الله من قتل أبي الذي فغضب يزيد وأمر بضرب عنقه فقال علي بن الحسين فإذا قتلتني فبنات رسول الله من يردهم إلى منازلهم وليس لهم محرم غيري فقال أنت تردهم إلى منازلهم ثم دعا بمبرد فأقبل يبرد الجامعة من عنقه بيده إلى آخر ما جاء في حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا الذي حدث في مجلس يزيد بحسب ما حدثنا إمامنا الصادق الذي تحدثت عنه هذه الوصية الموجودة في هذا الكتاب في كتاب أنوار الشهادة في مصائب العترة الطاهرة لحسن الكثنوي الحائري الموجود في هذه الوصية من أن عقيلة بن هاشم هي التي دافعت عنه وهذا لم يكن له من عين ولا أثر في مجلس يزيد إنما كان ذلك في مجلس عبيد الله بن زياد في كتاب الإحتجاج للطابرسي وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الكبير الذي يشتمل على الجزعين صفحة 311 من كلام دار فيما بين إمامنا السجاد ويزيد لعنة الله عليه محاورة أنا لا أجد وقتاً كافياً كي أقرأ كل شيء أشرت إلى مصدرها إنها تلتقي في المضمون مع ما قرأته عليكم من تفسير القم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في مصدر قديم من مصادرنا القديمة بصائر الدرجات الكبرى والذي طبع بهذا العنوان فضائل أهل البيت لمحمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري وعاش زمان الغيبة الأولى توفي سنة 290 للهجرة على ما هو معروف إمامنا الحسن العسكري استشهد سنة 260 للهجرة وهذا الصفار كان من أصحاب إمامنا الحسن العسكري وعاش زمان الغيبة الأولى وتوفي سنة 290 للهجرة هذا الكتاب من جواهر كتبنا لكن النسخة التي بين يديه من النسخ التي تعرضت للتحريف والتصحيف هذه طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان صفحة 317 إنه الباب الثاني عشر الحديث الأول من هذا الباب وكذلك الحديث السادس بسبب التصحيف فيما جاء في هذه الطبعة فإنني سأقرأ عليكم الحديثين الذين أشرت إليهما في بصائر الدرجات من بحار الأنوار لأن المجلس قد نقل الحديثين من نسخة صحيحة تخلو من التصحيف الموجود في هذه النسخة أقرأ عليكم من الجزء الخامس والأربعين من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1110 للهجرة وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة السابعة والسبعين بعد المئة إنه الحديث الخامس والعشرون بسنده بسند المجلس عن صاحب بصائر الدرجات عن محمد الحلبي قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول لما أتي بعلي بن الحسين يزيد بن معاوية عليهما لعائن الله عليهما على يزيد وعلى أبيه معاوية هذا لعن إمامنا الصادق لهما لما أتي بعلي بن الحسين يزيد بن معاوية عليهما لعائن الله ومن معه ومن مع علي بن الحسين جعلوه في بيت فقال بعضهم إنما جعلنا في هذا البيت فقال بعضهم من أتباع يزيد من الحراس من الذين جعلهم يزيد يراقبون الإمام السجاد والعائلة الحسينية يتحدثون فيما بينهم بأي شيء باللغة الرومية لم يكونوا عربا لما أتي بعلي بن الحسين يزيد بن معاوية عليهما لعائن الله ومن معه جعلوه في بيت فقال بعضهم إنما جعلنا في هذا البيت الإمام السجاد يترجم كلامه إنما جعلت هذه العائلة إنما جعلنا في هذا البيت ليقع علينا فيقتلنا العائلة الحسينية متى وصلت إلى الشام في أول صفر وهذا أمر مفروغ منه معروف جدا ومر الكلام بخصوصه في الحلقات المتقدمة إنما جعلنا في هذا البيت ليقع علينا فيقتلنا فراطنا الحرسوا فقالوا هم يتكلمون باللغة الرومية تراطنوا تكلموا بلغة ليست عربية فهل يتكلمون الفارسية مثلا وهم أتباع يزيد إنهم يتكلمون اللغة الرومية فراطنا الحرس فقالوا فيما بينهم يتحدثون وبصوت عال لأنهم لا يتوقعون أن الإمام سجاد سيعرف كلامهم فراطنا الحرس فقالوا انظروا إلى هؤلاء إلى الإمام السجاد والعائلة الحسينية انظروا إلى هؤلاء يخافون أن يقع عليهم البيت هذا الكلام قد يجعلنا نفهم نفهم أن الجملة فقال بعضهم إنما جعلنا في هذا البيت ليقع علينا فيقتلنا أن تكون قد صدرت من بعض أفراد العائلة وقد يكون الكلام صدر من بعض الحراس أيضا ليس المهم أن يكون الكلام قد صدر من بعض أفراد العائلة أو ربما صدر من بعض الحراس المهم في نهاية الحديث نهاية الرواية فقالوا انظروا إلى هؤلاء يخافون أن تقع عليهم البيت وإنما وإنما يخرجون غدا فيقتلون هذا الكلام كان يعرفه الحراس وإنما يخرجون غدا فيقتلون العائلة وصلت في اليوم الأول من شهر صفر أدخلت على يزيد لأن يزيد في ذلك الوقت لم يكن في قصره كان في نزهة في أطراف دمشق وأراد أن يهيئ للأمر تهيئة احتفالية كبيرة فأدخلوا إلى قصر يزيد في اليوم الثاني وبعد أن أدخلوا إلى قصر يزيد أدخلوهم في تلك الخاربة التي أريد لهم أن يحبسوا فيها وفي اليوم التالي سيخرجون الإمام السجادة والعائلة كي يقتلوهم جميعا انظروا إلى هؤلاء يخافون أن تقع عليهم البيت وإنما يخرجون غدا فيقتلون إمامنا السجاد يقول لم يكن فينا أحد يحسن الرطانة غيري المراد من الرطانة اللغة غير العربية لم يكن فينا أحد يحسن الرطانة غيري والرطانة عند أهل المدينة الرومية الرطانة الرطانة ليست مخصوصة بالرومية فقط وإنما الرطانة لكل لغة ليست عربية ولكن الإمام يتحدثوا يتحدثوا عن عرف أهل المدينة المنورة فإنهم حينما يتحدثون عن اللغة الرومية وعن المتحدثين بها يقولون عنهم من أنهم تراطنوا خلاصة الكلام خلاصة الكلام فإن نية يزيد كانت أن يقتل الإمام سجادة وأن يقتل العائلة بأجمعها ولكن الأمور تغيرت بعد ذلك خطبة السجاد وخطبة العقيلة وما جرى في قصر يزيد وما ترك ذلك من أثر على الناس جعلت يزيد يغير موقفه إلى الحد الذي أرسل قوة حماية في خدمتهم في خدمة العائلة الحسينية وسلم الإمام السجادة الرؤوس الشريفة وعاد بها إلى كربلاء الحديث السادس والعشرون في الصفحة نفسها وعن بصائر الدرجات أيضا بسنده عن داود ابن فرقات والرواية يبدو سقط منها بعض نصها ذكر قتل الحسين أو ذكر أي أن الإمام المعصوم ذكر قتل الحسين وأمر علي بن الحسين لما أنحمل إلى الشام فدفعنا إلى السجن هذا الكلام يفترض أن يعود إلى الإمام السجاد فدفعنا إلى السجن قلت لكم من أن الكتابة أتحدث عن بصائر الدرجات تعرض إلى تصحيف وما قرأته من بحار الأنوار قرأت من نسخة هي أفضل من النسخة التي عرضتها عليكم قبل قليل فدفعنا إلى السجن فقال أصحابي ما أحسن بنيان هذا الجدار فتراطنا أهل الروم بينهم فقالوا ما في هؤلاء صاحب دم إن كان إلا ذلك يشيرون أن صاحب الدم هو هذا يشيرون إلى الإمام السجاد يعنونني فمكثنا يومين مكثنا يومين في ذلك السجن ثم دعانا من الذي دعاهم يزيد وأطلق عنا يعني أن العائلة الحسينية مكثت في الخربة يومين وبعد ذلك رجعت مستعجلة إلى كربلاء دخلوا في أول يوم من صفر إلى دمشق وأدخلوا على يزيد في اليوم الثاني وبعد مجلس قصر يزيد أدخلوا إلى الخربة مكثوا يومين الثاني وثالث فهم قد خرجوا من الخربة إما في اليوم الثالث أو في اليوم الرابع وأقاموا العزاء على الحسين في دمشق وهذا مذكور في كتب الشيعة والسنة أقاموا العزاء ثلاثة أيام وبعدها تحركوا إلى كربلاء المدة طويلة التي بقيت لا كما يحسبها الأغبياء وثولان من مراجع النجف وكربلاء من الأموات والأحياء من الذين يشككون في رجوع الإمام السجاد مع العائلة الحسينية إلى كربلاء وصلوا في أول يوم من شهر صفر دخلوا على يزيد في اليوم الثاني مكثوا يومين في الخربة اليوم الثاني والثالث وعلى أبعد احتمال بقوا إلى اليوم الرابع وفي اليوم الرابع بدأ مجلس العزاء الذي استمر ثلاثة أيام اليوم الرابع الخامس السادس وبعدها تحركوا باتجاه كربلاء مدة زمانية ليست قصيرة فتحركوا من دمشق إلى كربلاء ووصلوا في العشرين من صفر على أي حال أنا لا أريد أن أتناول هذا الموضوع وأن أستعرض كل الدقائق وكل الأجزاء التي ترتبط به إنما أردت أن أقول من أننا لا نستبعد كل أنواع الإجرام من يزيد ومن أبناء سقيفة بني ساعد فكان يزيد يريد أن يقتل السجادة ويقتل العائلة بكاملها بنسائها وأطفالها ولكن الأمور تغيرت ومكثوا في الخربة يومين مثل ما قال لنا إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه لا نعبأ بما يقول المؤرخون الحقائق واضحة وجلية بين أيدينا وهذا جزء من برنامج زيارة الأربعين هكذا جرت الأمور وهكذا خطط لها نذهب إلى فاصل بعد أن عردت ما عردت عليكم مما جاء عنهم صلوات الله عليهم نقلوا لنا جانبا من إجرام يزيد بن معاوية قطعا عقيلة بن هاشم كانت حاضرة وكانت عالمة وكانت ملمة بكل هذه التفاصيل فكل هذا قد جرى عليها بمحضرها أحضرها ومسمعها ورؤيتها بعينها لكل ذلك فكيف لم تشر في وصيتها إلى أسوأ إجرام يزيد وإنما تحدثت عن أمر وقع في مجلس عبيد الله بن زياد أليس الأولى أن تتحدث عن هذا الإجرام وأن تذكر الإمام السجادة بأن يزيد كان يريد قتله وقتل العائلة بكاملها لماذا ذهبت إلى حالة حدثت في مجلس عبيد الله بن زياد ونسبتها إلى يزيد بن معاوية وهي جزء بل هي الشخص الأول من بعد السجاد كانت تعايش التفاصيل بروحها وجسدها بكل حواسها وبكل وجدانها بعقلها وقلبها فكيف يكون الكلام في وصيتها بهذه الطريقة الهزيلة أعتقد أن الأمر واضح ما هذه بوصية عقيلة بن هاشم أما ما يرتبط بذكر رأس سيد الشهداء فلا أريد أن أقف عند هذا الموضوع لأنني قد تحدثت عنه في الحلقات المتقدمة وهي توصي الإمام السجادة إذا دخلت الشام بلغ سلامي لرأس أبيك فهناك من يقول بأن رأس الحسين كان محفوظا في خزانة قصر يزيد ابن معاوية هناك من يقول بهذا القول وهذا موجود في الكتب وهناك من يقول بأنه قد دفن في دمشق وكل هذا الكلام هراء في هراء إذا دخلت الشام بلغ سلامي لرأس أبيك إلى آخر ما قالته في هذه الوصية المنحولة إنها وصية منحولة يعني مكذوبة فما هذا المنطق بمنطق عقيلة بن هاشم رأس الحسين رافق العقيلة من كربلا إلى الكوفة إلى دمشق ورافق العقيلة أيضا من دمشق إلى كربلا إنها زيارة التي نعرفها بزيارة مرد الرؤوس إنها زيارة الأربعين زيارة مرد الرؤوس في العشرين من صفر وهذا من بديهيات الثقافة الشيعية أتحدث عن الثقافة الشيعية ما بين عوام الشيعة لا ما بين مراجع الشيعة أولئك مخذولون مخذولون أولئك مخذولون بتمام معنى الخذلان أولئك السفهاء بتمام معنى السفاء أولئك أبعد الناس عن ثقافة العترة الطاهرة الوصية وسائر التفاصيل في واقعة السبي الثاني عدم صحتها واضح وواضح جدا من خلال ما تم بيانه في هذه الحلقة أو ما تم بيانه في الحلقات المتقدمة نقطة مهمة جدا أهم حوادث السبي الثاني بحسب ما جاء مذكورا في الكتاب الذي بين يديه وفات عقيلة بني هاشم ومن أنها توفيت في السبي الثاني ودفنت في الشام مثلما يوجد مزار معروف في جوار مدينة دمشق إنه مزار الصديقة زينب الكبرى المزار المعروف في زماننا وهذا سؤال سأقف قليلا عنده كي أجيب عليه لأن السؤال وردني مرارا وكرارا أجبت عليه فيما سلف وسأجيب عليه مرة أخرى هل المزار المعروف في أطراف دمشق في جوار مدينة دمشق بأنه مدفن العقيلة زينب الكبرى أم أنها مدفونة في مصر مثلما هو معروف بين المصريين فهل قبر العقيلة في الشام أم أن قبرها في مصر لا بد أن نعرف أولا من أن أحاديث أهل البيت وما جاء في رواياتهم وفي زياراتهم لا نستطيع أن نشخص من كل ذلك مدفن العقيلة الكبرى ما عندنا من نصوص وما عندنا من كتب اجتملت على أحاديثهم وعلى رواياتهم وعلى زياراتهم وعلى أدعيتهم لا يوجد لا يوجد فيها شيء لا من عين ولا من أثر ولا من تصريح ولا من تلميح نستطيع من خلاله أن نشخص مزار العقيلة الكبرى هل هو في الشام أم هو في مصر هذه حقيقة لا بد أن نعرفها ولذا فنحن لا نمتلك نص زيارة نزور العقيلة الكبرى صلوات الله عليها به قد وردنا من المعصومين فكتب المزارات خلية من نص كهذا النص نذهب إلى فاصل هناك من يقول وهو قول غريب جدا هناك من يقول بأن عقيلة بن هاشم توفيت في المدينة ودفنت في المدينة أي أنها دفنت في البقيع فأهل المدينة يدفنون موتاهم في البقيع لكن لا يوجد دليل على هذا ولا يوجد أثر لقبر في المدينة بنحو عام وفي البقيع بنحو خاص أعيان أعيان الشيعة للمحسن الأمين العاملي وهذا هو المجلد السابع إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في صفحة السابعة والثلاثين بعد المئة إنها ترجمة زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعليها إلى أن يقول صاحب الكتاب أعني محسن الأمين العاملي في الصفحة الأربعين بعد المئة تحت عنوان محل قبرها والضمير يعود على عقيلة بن هاشم هكذا يقول محسن الأمين يجب أن يكون قبرها في المدينة المنورة لماذا يهجب هو هكذا يستنتج يجب أن يكون قبرها في المدينة المنورة مع ملاحظة أن قبر محسن الأمين العاملي هو في جوار القبر المعروف للصديقة زينب الكبرى فهو متفون في جوارها ومقبرته معروفة في جوار عقيلة بن هاشم يجب أن يكون قبرها في المدينة المنورة فإنه لم يثبت أنها بعد رجوعها للمدينة خرجت منها وإن كان تأريخ وفاتها ومحل قبرها بالبقيع بالبقيع مجهول يفترض أن يكون مجهولا مجهولا خبر كان وإن كان تأريخ وفاتها ومحل قبرها بالبقيع مجهولا والمطبوع مجهول وكم من أهل البيت أمثالها من جهل محل قبره وتأريخ وفاته خصوصا النساء فهذا كلام مبني على الاحتمالات وهناك من يؤيد هذا الكلام هذا الكلام ليس خاصا بمحسن الأمين العاملي هناك من يعتقد به في الأجواء الشيعية وفي الأجواء غير الشيعية إذن هذا قول من أن قبر العقيلة صلوات الله عليها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله لأنها ما خرجت من المدينة بعد عودتها من الشام بعد مقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ولكننا لا نجد أثرا أو إشارة في المدينة أو في مقبرتها في البقيع أو في أي مكان آخر يكون قريبا من المدينة ولا يوجد شيء قد ذكر بهذا الخصوص في كتب التأريخ بنحو واضح وصريح نستطيع أن نطمئن إليه القول الثاني وعليه كثير من الشيعة من أنها متفونة في الشام وهذا القبر المعروف هو قبرها قبر عقيلة بن هاشم من الذين يصرون على هذا عبد الرزاق المقرم وغيره لكنني جئت بعبد الرزاق المقرم لأنه جاء بدليل قد يكون منطقيا إلى حد ما هذا كتابه العقيلة زيند بنت أمير المؤمنين لعبد الرزاق المقرم وهذه الطبعة هي طبعة شعبة إحياء التراث الثقافي الديني إنها تابعة للعتبة الحسينية مما استدل به عبد الرزاق المقرم مثل ما جاء في كتابه في الصفحة الخامسة والثلاث لقد عرض لنا صورة وقفية الأرض والبستان على مقام السيدة العقيلة زينب الكبرى المكنات بأم كلثوم تكنيتها بأم كلثوم هذا أمر بحاجة إلى نخاش هناك من يقول من أن زينب الكبرى كناها رسول الله بأم كلثوم هذا القول موجود في الكتب لكننا لا نجد عليه دليلا واضحا في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلام مذكور في الكتب من أن النبي كنا عقيلة بني هاشم كناها بأم كلثوم وإلى هذا يذهب عبد الرزاق المقرم وإن كان عبد الرزاق المقرم في الصفحة العاشرة ذكر هذا الكلام وبين النبي صلى الله عليه وآله ينتظر أمر السماء في تسمية وليدته المباركة إذ هبط الأمين جبرائيل يقرأ عليه التحية من الجليل ويعرفه مختاره جل شأنه في سابق علمه وكتبه على سرادق عرشه من تسمية هذه العزيزة زينب وتكنيتها أم كلثوم وقال أوصى الأمة الحاضرين والغائبين بتجليل هذه المولودة لأنها شبيهة جدتها خديجة الكبرى في الحاشية يقول عبد الرزاق المقرم من أنه نقل الكلام عن كتاب الطراز المذهب وفي الحقيقة حينما رجعت إلى الطراز المذهب لم أجد هذا الكلام موجودا في الطراز المذهب فربما أن السيد عبد الرزاق المقرم نقله من كتاب آخر بالواسطة أو أنه جمع بين كلامين ذكر في هذا الكتاب الموجود هنا في الصفحة الرابعة والأربعين من كتابي الطراز المذهب وهذه النسخة هي النسخة الأصل باللغة الفارسية الموجود هنا ما ترجمته من أن جبرائيل أخبر النبي أن يسميها زينب من دون تكنية فهذه الإضافة من تسمية هذه العزيزة زينب وتكنيتها أم كرثوم وتكنيتها أم كرثوم هذا الكلام ليس موجودا هنا في كتاب الطراز المذهب لعباس قليخان الكلام ليس موجودا بحسب النسخة الموجودة بين يدي على الأقل في مكان آخر من الكتاب ذكر في معرض حديثه عن عقيلة بن هاشم في الصفحة الحادية والأربعين ما ترجمته من الفارسية إلى العربية من أن كنية زينب الكبرى أم كرثوم وأضاف هذه الجملة والله أعلم فلم يكن هذا الكلام منقولا عن جبرائيل وإنما جاء في سياق كلام المؤلف نفسه فهو استنتاج من خلال المعلومات التي ذكرت في كتب التأريخ والسيار وليس في نص عن النبي صلى الله عليه وآله مثلما جاء هنا في كتاب عبد الرزاق المقرم ونقله عن هذا الكتاب عن كتاب الطراز المذهب الذي جاء في كتاب الطراز المذهب في الصفحة الرابعة والأربعين من أن جبرائيل جاء بإسمها من دون كنيتها من أن الله سماها زينبة ولكن في موطن آخر في صفحة الحادية والأربعين شيء ذكره المؤلف من عنده من استنتاجاته من أن كنيتها أم كلثوم الموجود في كتاب عبد الرزاق المقرم من أن جبرائيل جاء باسمها وكنيتها نقلاً عن هذا الكتاب لكن الكتاب لا يوجد فيه شيء من هذا على الأقل بحدود الطلاع وبحدود ما هو موجود في هذه النسخة باللغة الفارسية وهي النسخة الأصل التي قرأت عليكم منها لا أدري هل أن عبد الرزاق المقرم نقل عن نسخة مترجمة قد حرفت أو أنه نقل عن كتاب كان وسيطاً فيما بينه وبين المصدر العاصل فلا أتوقع أن عبد الرزاق المقرم يضيف شيئاً من عندي نفسه أعود إلى ما استدل به عبد الرزاق المقرم في صورة الوقفية هو هكذا وضع العنوان عبد الرزاق المقرم وضع العنوان صورة وقفية الأرض والبستان على مقام السيدة العقيلة زينب الكبرى المكنات بأم كلثوم بسم الله الرحمن الرحيم هذه صورة الوقفية الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وليس هناك من إشارة إلى آله الأطهار إنها صلاة بتراء وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبعد فإن رابطته عقد السيادة ذو النسب الزاهي شيخ الفقهاء والأصوليين السيد الشريف حسين ابن علم الأئمة الأعلام السيد الشريف موسى ابن شيخ الإسلام قدوة الفقهاء السيد علي الحسيني الشافعي النقيب على السادة الأشراف وشيخ الفتوى بمدينة بعلبك سارع إلى إيقاف ماله وأشهد على نفسه وهو بحال الصحة لدى العلامة قاضي القضاة مصطفى الموقع في أعلى صدر هذا الكتاب أنه وقف وأبد ما هو جار في ملكه وذلك جميع البستان الكبير الكائن بقرية راوية قرية راوية هي المنطقة التي يوجد فيها مزار عقيلة بن هاشم في زماننا هذا هذه كانت قرية وإلى زمان قريب لم تكن ملتصقة بمدينة دمشق في سنة 1980 أتذكر حينما زرت قبرها الشريف فإننا نخرج من حدود مدينة دمشق وندخل بعد ذلك في غوطة دمشق في البساتين والمزارع والحقول التي تحيط بمدينة دمشق والتي تعرف بغوطة دمشق وتقطع السيارة بنا مسافة ثم تأتينا بعد ذلك قرية راوية التي فيها المزار المعروف من أنه قبر العقيلة الهاشمية فهذه القرية معروفة منذ زمن بعيد بقرية راوية فهذا هو الذي تشير إليه هذه الوقفية أنه وقف وأبد وأبد أي جعلها وقفا أبديا أنه وقف وأبد ما هو جاري في ملكه وذلك جميع البستان الكبير الكائن بقرية راوية إلى آخر ما جاء في تفاصيل ما أوقفه هذا الواقف وهو سني شافعي من الأشراف أي أن نسبه يعود إلى بني هاشم إلى أن يقول سك هذه الوقفية فقد أثبتها عبد الرزالي المقرم بكاملها وجعل الواقف جميع غلال ذلك الغلال الثمار والنتاج الذي تنتجه الأراضي الزراعية البستان والأراضي الزراعية التي أوقفها الواقف وجعل الواقف جميع غلال ذلك وأجوره وريعه وريعه ومنافعه يصرف على مصالح التربة المنورة التي بها قبر السيدة الجليلة صاحبة الفضل والفضيلة الصديقة الطاهرة الزكية الفاخرة الزاهدة العابدة الراكعة الساجدة الذي شرفت بقبرها قرية راوية الشقيقة السبطين بضعة بضعة البضعة المحمدية والجوهرة الأحمدية الفاطمية العلوية رابطة عقد التولية السرمدية من خصها الله تعالى بالكرامة الأبدية السيدة الجليلة أم كلثوم زينب الكبرى بنت أسد الله الغالب الإمام الجليل أمير المؤمنين أب الحسنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه ورضي الله عنهما وعن أصحاب رسول الله أجمعين وتستمر صيغة صك الوقفية إلى أن نقرأ التأريخ خطه الواقف في أواخر ربيع الأول سنة سبعمية وثمانية وستين للهجرة هذا يعني أن القبر الذي يقصده الزائرون كان معروفا في هذا التأريخ بأنه قبر لعقيلة بن هاشم ولذا فإن الواقف كتب وقفيته في هذا التأريخ لو لم يكن الأمر معروفا في ذلك الوقت لما أوقف الواقف ما أوقف من أملاكه دليل يكاد أن يكون منطقيا لكن لا بد أن ننظر إلى هذه النقطة من أن عقيلة بن هاشم توفيت إما في السنة الحادية والستين وإما في السنة الثانية والستين على اختلاف أقوال الذين تحدثوا في تأريخ وفاتها فمنهم من قال من أن وفاتها في السنة الحادية والستين في السنة نفسها التي حدثت فيها واقعة كربلاء وهي قد توفيت في شهر رجب واقعة كربلاء حدثت في شهر محرم وهو الشهر الأول من السنة الهجرية كما هو معروف ورجعت إلى كربلاء من الشام بعد سبيها في العشرين من صفر من السنة نفسها وتوجهت من هناك إلى المدينة وبعد ذلك بحسب قول القائلين من أنها دفنت في الشام خرجت إلى الشام وتوفيت في شهر رجب في منتصف شهر رجب فإما أن ذلك قد كان في السنة الحادية والستين على قول وإما أن كان قد حدث ذلك في السنة الثانية والستين على قول آخر ونحن الآن نتحدث عن سنة سبعمية وثمانية وستين فلربما شاع الأمر في زمان الواقف أو قبل ذلك بمدة زمانية ولكن هذا الزمان بعيد جدا عن زمان وفاتها فلا نملك دليلا على أن ما كان شائعا في زمان كتابة هذه الوقفية كان متصلا بنحو حقيقي إلى السنة الحادية والستين أو الثانية والستين وجود هذه الوقفية يمثل قرينة منطقية ولكن لا بد من عديد من القرائن الأخرى لا بد من أدلة أخرى تساعد هذا المضمون وقت الحلقة انتهى ولا زال الحديث متواصلا سأكمل لكم حديثي في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى نلتقي غدا على مودة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم جميعا اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام سألكم الدعاء جميعا في أمان الله اشتركوا في القناة